اشتركوا في القناة طب مين ممكن يعملها ومين لأ هل سن ممعين اللي ينفع يعملها ولا كل الناس هنعرف اكتر دوة النهاردة في فقرتنا الاولى فقرتنا اتنانية تبقى عن الميكوب ولوك العروسة وايه اللوك اللي ممكن نختاره مناسب سواء للصبح او بالليل ده طبعا غير لوك المناسبات قبل ما نبدأ في حلقتنا النهاردة هرحب بزملتي هاجر ازاكي هاجر هامل ايه زي النور قالت ان احنا فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن الحجامة طبعا فيه ناس كتير متعرفش يعني ايه حجامة فيه ناس كتير بتخاف تعمل حجامة فيه ناس كتير متعرفش فوائد الحجامة هي ايه طبعا هنعرف كل ده من دكتورة جيهان طاهر اخصائي الحجامة الطبية الامنة وسم العسل اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيك يا حبيل عملا يا دكتور الحمد لله تمام منورني دكتور اخوارك ايه والله يمنور الاستوديو بيكو بسم عزيك يبقى تعرفينا كده الاول قبل ما نبدأ في الموضوع ايه الحجامة الحجامة طبعا الحجامة دلوقتي تقنية حديثة اما الحجامة زمان على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان من قبل كده من ايام قدماء المصريين وهي بيستعملوا الحجامة دي علاج ما كانش فيه ادواء فكانت علاج كويس جدا وفعال كانوا بيستخدموا قرون حيوانات زمان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قال في حديث ليلة اسر يا بي ما مررته بملئ ليلة الاسراء او فيما معنى الحديث حتى سمعت المناد يا محمد مر امتك بالحجام يعني ده من يعني بيبين لنا اهمية الحجامة وانها حاجة عظيمة شيء عظيم في حياتنا وقال برضو حديث ان خير ما تدويتم به الحجامة شفاء امتي في سلاس شربة عسل وشرطة محجم وكاية نور طب قولنا فيه ناس كتير ما تعرفش فوائد الحجامة ايه وفيه ناس كتير زي ما قلتلك في البداية ان هم ما يعرفوش يعني ايه حجامة فانتي قولنا بقى فايدة الحجامة ايه وبتعالج ايه قولنا كده يعني نورة كده او اصلا يعني يعني العلاج بيتم ازاي يعني مسلا لو فيه جلسة بتبقى زي اللي فيه ناس بتخاف منها هي الحجامة لا ما فيش اي خوف منها خالص الحجامة دلوقتي آمنة تماما بالذات لو اجريت الحجامة على يد اخصائي دارس متخصص في الحجامة فقط مش حصل يكون طبيب اهم حاجة يكون دارس حجامة اخصائي حجامة عارف يعني ايه تعقيم عارف يعني ايه النقاط اللي هيشتغل عليها مريد بيقولك دهري بيوجعني طب دي سهل هنعمل على اماكن القلم طب فيه مريد بيقولك انا حاسس عنده مثلا متلزمة الاعياء المزمن دايما حاسس بتكسير في عظمه كله دايما حاسس انت عارفة بقى ايه النقاط هشتغل على الكلا الكلا لها تأثير على العظام هشتغل على الاستطول فقرات اخر فقرات ليستقرم اخر فقرات في ظهر الانسان تحت خالص هشتغل عليها برضو مسؤول عن العظام كلها بالاخصائي بيبقى عارف وطريقة معينة اه يعني مش الحجامة شيء ثابت حاجة واحدة لا كل مكان قلم او كل مشكلة بيبقى ليها طريق طريقتها طريقة طريقة الاول هي ثلاث طرق للحجامة او ثلاث انواع بنعمل الحجامة المتزحلقة الاول دي بتعمل تسليق مسارات الطاقة بتفتح لي مسارات الطاقة وبتخلي الدورة الدموية تنشط بعد كده بتعمل على تضفق الدم وسرايان الدم في مسارات الطاقة او مسارات الطاقة اللي بيقول عليها في الطب الصيني تمام تمام خلاص فتحت لي الدنيا كده ببدأ احط بقى انصب الخريطة بتاعتي خريطة العلاجية عن طريق التشخيص بعد ما عملت الجلسة دي بيبدأ اماكن كده تنتهي بتبان هي دي الاماكن والمريض بيشتكي بيقول او ساعة اجي على تدليل تمام فببدأ انصب الخريطة بتاعتي احط الخريطة بتاعتي على النقاط دي وابدأ اشتغل زائد بقى الاماكن الكيلة اللنبر والستو طب هي فعلا بتخلصنا من الدم الفاسد زي ما في ناس كثير بتقول عنها ما فيش دم الفاسد ما فيش دم الفاسد في جسم الإنسان لو فيه دم فاسد في جسم الإنسان بيبقى ميت بقى الإنسان لكن فيه كوريات دم هلكة فيه خلايا شازة فيه خلايا هارمة فيه بتبقى شوارد بيقول عليها دي بقى بتنقي الحاجات دي كلها بتسحب الحاجات دي كلها الرواقد سموم الأدوية التراصبات التراصبات الأدوية والحاجات دي كلها مليانة في جسمنا البيبي من أول ما بيتولد هو بياخد دواء لحياة تبدأ تبقى فيه في جسم بواء الحاجات ايوة بالضبط كده طب أنا الحجامة هل ممكن نعملها في فترة يعني كل فترة معينة لو أنا عملت جلسة في فترة معينة لازم أستنيها عشان أعمل جلسة تانية ولا مش شرط مثلا نور مش بتشتكي من أي حاجة معندهش أي حاجة فهي إنسانة سليمة وكويسة ومتشتكيش من أي حاجة فلازم تعمل حجامة كده انت جميلة هنعملها مرة كل ثلاث شهور فيه ناس بتعملها معي مرة كل شهر تبع الحالة الصحية لنور ده لو حالة ما بيشتكيش من حاجة معينة ايوة لكن لو جاي حالة مرضية بتشتكي بتشتكي بتقول الواجع بيجي ويروح دي لها حالات معينة بمشيها مثلا كل أسبوعين جلسة لفترة معينة لحد ما أنا بحس إن الأخلاف بدأ التقل أبدأ أقول لها خلاص كل شهر خلاص كل ثلاث شهور خلاص كده انت كويسة ممكن تعمليها كل سنة مرة بصفة دورية كده لتنقية السموم والشوائب اللي بتتجدد طب هي الحجامة بتنفع للأطفال يعني من سنة كام ممكن نقدر نعمل للطفل حجامة من سنة سنة نعمل للطفل حجامة بس بدون تشريط ما بشرطش البيبي وفي حالة عندي أربع سنين وشرط يعني الحالة كانت تستلزم ساعتها التشريط بس مش أي تشريط كان بيعاني من إيه بقى الطفل ده يعني عنده كان بيعاني من أولا كان فيه زي نسف في عينه نقطة بقعب حمرة كده في عينه فانا سحبت بقى من هنا ومن هنا فلما لقيت الموضع ده الزرق قاوي كده وعملت جمعات ده وهي فتحت فتحات خفيفة جدا خربشة بسيطة جدا والطفل ثابت وعادي جدا معايا ما فيش أي حاجة يعني معنا أن طفل أربع سنين مش هتنحق أعملها يبقى هي حاسس بس بسيطة 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 أقل من حقنا بكتير يعني الناس اللي بتخاف من الحجامة ما فيش داع للخور من حجامة بدون ألم خالص مع أخصائي لأن الأخصائي بقى عارف يعني عارفة تعتبر عملية جراحية دقيقة جدا فالحجام أو الأخصائي الشاطر ده بيبطير على الجلد كده زي الجراح الشاطر بالظبط بتحس انه متمكن وما فيش أي شرطة كلهم شكل بعض لو بصيتي كده في الكاس تحس ان انت مهندس اللي عمل رسمة دي طب احنا ما تخلمناش أكتر بقى على الفواد بقى الحجامة او بتعالج ايه يعني ايه الأمراض بالظبط اللي هي ممكن تعالجها هي صراح الحجامة بتساعد في علاج مش بقول بتعالج بصفة مفتوحة يعني بس بتساعد جدا جدا بدرج جدا تسعين في المية في علاج الأمراض زي ايه مثلا قولينا كده حاجة حاجة هقولك عندك مثلا امراض العظام الظهر مثلا اللي بيقولي انا باشتكي من الام في ظهري فضيعة انا مش بعرف اقوم انا قاعد على طول على مكتبي فبالتالي ظهري دايما تعيدني انا بشتغل بايدي انا بصلح مش عارفة ايه انا صنايعي تمام واحدة تانية واقفة طول نهار على الحوض راعي بينمل كلام ده كله باجي اشتغل على الظهر اكتر الاماكن اللي بشتغل عليها الظهر لان فيه نهايات عصبية طرفية وشبكات عصبية بتدي اردر للمخ بالسرعة يلا ان تجلي فيه مشكلة هنا بتجزب انتباه المخ ان فيه مشكلة هنا بمجرد الشفط بس قبل التشريط يعني الجزء النفسي ليه شوية تأثير قبل الجلسة الجزء النفسي له تأثير في حاجة واحدة بس اولا راحة الانسان المحتاجم اللي جايه تعالج معاكي اي مرض اي مريض وطبيب اي مريض والاخصائي بتاعه اللي بيعالجه اخصائي نفسي اخصائي لازم يبقى فيه حتة سايكولوجية بيني وبينيك كده زي مثلا احنا الاول كده بقى فيه تناغم جميل بيننا الاول قبل ما نطلع على الهواء عشان يحصل الحوار الجميل ده ويبقى عديد مبسوطين كده لازم يبقى فيه روح حلوة بيني وبين المريض عشان يبقى شخايف ايه طب قوليلي بقى كان فيه حد بعت لنا رسائل يعني لما قلنا ان احنا هنتكلم الحلقة دي عن الحجامة فيه حد كان بعت لنا رسالة يعني بيقول ان هو عمل يعني واحدة عملت حجامة وحست ان البشرة بتاعتها شدت ده حقيقي ممكن نشد البشرة وتعمل نظارة في البشرة انا اكتشفت ده انا بعالج مريضة عيون اه من ضمن الامراض اللي بتعالجها الحجامة بتاوي النظره بتدعم العين بتشد السموم والاخلاط تشد الدم الراكد الفاسد من الغير صحي ده من العين او من اي عضو انا بعمل عليه وبتجيب بداله دم سليم على طول يغزي العضو ده فبمجرد دورة دموية جديدة وتنشيط للدورة دموية تبدأ حالة العضو اللي انا عملت عليه الحجامة تتحسن المخ زي ما قلت كده ذاكي جدا الجسم بيعالج نفسه بنفسه جسمنا البشري ده من خلقة ربنا كده بيعالج نفسه بنفسه فمجرد ان انا بس بعمل بجذب انتباه المخ للعضو ده انه فيه مشكلة بيبدأ يدي اردر بانتاج العلاج الواحدة العلاج اللي مفيش طبيب يعرف يكتبه المخ بيكتبه احنا تمان تحبنا من كتر العلاج يعني علاج كتير كتير حتى لو صدوع بناخد مسكن اي حاجة عطول مسكنات دي على فضي وعمليات دي حقيقة فعلا فبنحتاج فهناعمل زي يرفرش كده للدم وبالضبط كده وبعدين يعني انت بتسحدي حاجات بسيطة جدا جزء صغير جدا خلايا الهارم الشازة بتبقى ضعيفة فبتنجذب وتطلع معي الخلايا السليمة انا ماشي اخمضي الناس حاليتي كلهم اللي عارفين يوم تبعين عارفين ان فعلا بقولهم شايفة الكاس ده جاب دم وده مجابش ليه ده متشارط وده متشارط وده مسحوب ليه ده جاب وده مجابش ده السبب ان فيه اخلط ورواصف في المكان ده وفيه مشكله هنا وفيه مفيش هنا تمام فعلا تقولي مثلا بعمل على كليتين تقولي فعلا كلا دي هي اللي توجعني او لها دي جابت كتير او فعلا ذي اللي يوجعني طيب قولنا يعني امت بتقولي للمريض انت مش محتاج حجامة انت محتاج اشعة على ضغرك او على رأبتك يعني مثلا في حد جايلك بالقلم قلم ضغره او قلم فقرات رقبة او او اعصاب اليد او 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 امت بتقولي له انت مش محتاج حجامة انت محتاج دكتور عظام مثلا انا جايلي حالة مش عظام معظم حالات العظام بسم الله ان شاء الله بيساعد في الشفاء بالذات لو هي متابعة مع دكتور العظام وبتيجي تكمل معظم فيدة كترة عظام كتير بيبعثونا حالات تام الحجامة يعني التنسيق مبينكو مبينة دكتور ده بيساعد ودي امنية حياتي ان يبقى فيه تنسيق في تعاوم بين الترافية ايوه جميل جدا فيدة كترة بالضبط كده ايوه هي نوع ونوع مهم جدا جدا اتمنى من ربنا ان ننتشر والناس كلها تجرب الحجامة حجامة جميلة جدا حجامة بتقزيش خالص بس تتعمل على يد اخصائي طب ايه بقى الخارق بين الاخصائي او الدارس وبين لو حد ممارس او داخل الموضوع مجرد ممارسة بس اللي ممارس اولا مش عارف نقاط مدرسش بقى معرفش تشريح معرفش ايه اللي تحت يعني انا ممكن اعملك انت عندك جالي بتقوليلي ايه انا ايدي وكان مفروض اعمل تسليق عصب طيب تعالي وبعمل هنا بعمل هنا بشتغل هنا يعني بشتغل في نقاط مهمة جدا طب انت لو ممارس ودي خربشة الخفيفة او لازم يبقى محترف طب احنا كمعنا بقى تصلى اول يا دكتور كيف نظر وبقى انت رجع نكمل حلو حلو ايوة نورة نورة صح ايوة بالضبط دكتورة جهان معايا ولا دكتورة جهان معايا ايوة يا نورة ايوة يا حبيبتي عامل ايه انا تمام بخير والله نورة جربت الحجامة يا نورة طبعا انا انا عايز اقرسي مع بخير طبعا اه والله انا كنت رايحة كنت اälle عاملت تقي ظوة عند الانزيمات sample وكان فينا شاكل كمان فلس كلا وكذا. مهم. مشيت معايا قالتني طيب ما بتمشيش يعني خليتي معايا كلا ومتاخديش قدوية ونعمل بتبس بعد شهر. تمام. والله انا شهر شهر ونص بالضبط الانزيمات قلب جدا وكل حاجة. وكذا كمان برشيدي بقيت آآ تبقى نقية. ده اللي احنا كنا لسه بنستقل بيا نورا قبل اتصالك. هستطيب قلم يا نورا? نورا. خالص. قولي المشاهدين طيب عشان فيه مشاهدين بيخافوا. انا بخير. اه. بتقولك انا من نوع اللي بخاف من حوانا اصلا. ايه ايه اقولي اقولي المشاهدين يا نورا. خافني فعان جدا. القابل جي عم ده او ما كنت تحاسة باي ترشيط خالص. اه ما كانش في حتى اثارها كان بيروح يعني كنت بتخيلا ان هو بقى خربشت يبدل العمر وكله مفيش الكلام ده. تمام. هو تبون بالضبط الترشيط بتاعها بطيس جدا. بيروح بعد قد ايه نورا? نعم. بيروح بعد قد ايه التشريط ده? لأ هو في خلال يومين. يعني يعني فيه كمان حاجات ممكن يوم. تمام. انتي مبسوطة بالتجربة دي يا نورا? طبعا مبسوطة طبعا. هتجروا بيها تاني? انا بقام الحد. اطمع ما يمتيش شهر لما حاجة وقائية حد. الصوت كان بيقطع شوية. بقول انا اصلا قولي كل شهر بعمل عم الدكتورة جهاني. اه من غير حتى ما تحسي بقلم او بعرض معي. كان نضارة للبشرة يعني البوتوكس والفيلر والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. بالضبط فعلا. تمام يا نورا بشكرك جدا يا حبيبتي نورتينا. طبعا بشكر تقدرها جنيه فعلا ان هي كنت معاها والحمد ده انا عارفتها في حياتي يعني. حبيبتي من موضوع فعلا فارق معاهم قوي او ربنا جعل الحجامة اللي هي سبب ان هو يعالجهم وانت يتبسطي بيهم. اه. يعني اكيد في حالات معاينة ممكن تبقى بتتعلق معاين. كانت حالة حالة شلل نصي. وقالت لي انا لفيت على الاطباء كلهم وروحته. ما فيش كل دكتور بيكشف علي ويكتب ليه علاج ويغير لي العلاج. من دكتور لدكتور وطبعا معروف حالة الشلل دي بتاخد وقت فعلا. وهي هي التقنيط الطب هي كده. هو ما عندوش حاجة جديدة هيعملها هيعمل ايه. يعني مريض يعني فيش حتى عمليات بتتعامل المريض الشلل النصي ده. او الشلل الكل. اه ادوية 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 مع العلاج الطبيعي. فانا قلت لها في حد نصحها بالحجامة. فجات وخيفة جدا. انا في ناس نصحوني وناس حذروني منها. ناس قالوا لي ايه تعمليها تموتي. في ناس عملوهم. وناس تانية قالوا لي لا تعالي. يعني انا انا طول ما احنا بنعملها على يد اخي الصورة. اهم حاجة ان انا مش اروح. دارس. مش ممارس. وده الفدق من الدارس والممارس. بالضبط كده. هي زي الحقيقة. طيب دي بدأت تفرق معاها من الجلسة التمنى التاسعة. بدأت تتحسن اكتر. بدأت تقول لي انا بدأت تحرك ايدي. بدأت تسند. بدأت تقف. مكادش بتعرف تقف. عشان الرجل التانية مكادش. وطبعا كان معايا طبيب برضو. ربنا يبارك له يا رب وجزاك الله كل خير. كان يتابع معايا. وكان دايما برضو يدعمي. يقول لي اه كده تمام. يعني كنت من استقف حالتها مع طبيب عذاب. تمام. فباسم الله ما شاء الله النهاردة بعد 17 جلسة عملت ليها. بقت طبيعية تماما. يعني بعد 3 شهور لحد الوقت ما جاتش. ما عملتش تاني. ده معنايا هي مكاد بتقول انا مش هستغنى عنها ابدا. باسم الله ما شاء الله. اه اول مرة جاتني للمركز. قالتني استابت العصايا من ايه ده? وقيت انسيكو دي بقى. انا عايزة ورد الدكتور افرحه. وانا بقرأ كده عن موضوع يعني موضوع الحجامة. كان في ناس كابة تجربها اني فيه حد كان عنده انسداد في الانبيب. ولما عمل حجامة الانسداد ده راح. فده حقيقي ايه? ولا ده الحجامة ممكن تعمل كده? ولا ده كلام. لا لا. الحجامة تصليك. يعني الحجامة بتسحب الرواكض والصميات. فبتعمل على تسليك الاوريدة والشريات. فبالتالي بيدخ دم جديد. ده اللي يساعد في حالة الشريات اللي ما قلت لك عليها. ده اللي يساعد في حالة انسداد لانا بيبداللي ساعة حالة تسليك الشرايين طيب انت قبلتك حالة كده قبلتك حالة قبلتني حالات بس تعملت معاهم بالحجامة وسم النحل برضو كحق موضعي تحت الجلد كده ومتاز برضو ظبط معايا حتة تكييسات المبايد دي ظبطها جدا يعني معايا انا حاسن للحجامة مش قد دخل في كذا تفرق بلد اتجاه اه يعني مجالات كتير يعني ممكن كل طبيب يخلي عنده يعني يتعامل مع اخصاء احجامة او يبقى معاه دايما اخصاء احجامة دي قمية حياتي يعني نفسي فعلا الحجامة تنتشر من الفواد اللي عشتها ملاش اي اعراض تعاون بين الطب والطب البديل طيب يعني قولنا بقى سم النحل انا بسمع عنها بس في ناس كتير بتقول انها بتروح تخلي النحل يقرسها ده حقيقي ولا ده حاجة يعني العلاج معاك حاجة تانية انا مش فهمة يعني ايه سم النحل يعني ايه سم النحل احنا فيه طبعا ناس فنين معامل وناس بتعمل او طبيب صيدالي بتاع دكتور صيدالي بيعمل سم النحل ده بياخدوا المستخلص كبودر ويحلوه في محلول تماما وبيجبهوهنا في باية البقى كده زي ايه انت بايتك بتشوفيه في الصيدالي بيوصل لنا عن طريق اللازي يعني مش زي ما انا سمعت ان فيه ناس بتروح معرفش انا ناحل الناحل والناس بتشعروا انا بقرسهم بالابرة انا بصراح استغربت جدا يعني فيه حاجات تقريتها كتير مبارح عشان افهم عن الموضوع اكتر يعني سمعت حاجات غريبة بس انا مش عارف ايه صح وايه الغلط وطبعا الناس كتير جدا مش فهم يعني ايه حجامة يعني ايه سم نحن يعني ايه انما سم ان احنا اللي احنا بنعالج بيه مع دكتر جهان غير اللي هو التقريس هو التقريس بتاع النحلة المادة نفسها استخلصوها وبنحقن بيها وبنحقن بيها والنتاج ممتازة طب بتحقني بيها ايه المكان الالم او المكان اللي هو فيه بتعال بدي اف مكان الالم بالضبط وفيه اوقات تانية لا بدي بقى زي ما قلت لحضرتك كده في الاول اللي فيه الكلة دي مسؤولة عن العظام امراض العظام كلها يعني اي خلل بيبقى جاي من خلل في الكلة فبدي في الكلة طبعا زي ان انا مثلا بتقولي دي خشونة رغبة بدي في الركبة وبدي في الكلة طب فيه حد معين يجيلك تقولي له لا الحجامة مش هتنسع معك يعني فيه حاجة معينة او مريض اللي بيخسل كلا الفشل الكلة واللي وصل يا ربنا يشفي بابا يا رب يشفي مرضى المسلمين جميعا والدي برضو بيخسل كلا يوم بعد يوم يعني ثلاث مرات لا بابا بعملوش حجامة راطبة الا في الحالات يعني ساعات حالته بتتضهور قوي الامونيا بتزيد عنده بيتوه بيدخل في حالات غريبة كده ويتوه باش عارف هو بيتكلم هو ناي وكل حاجة يقول اه اللي هو مش معاكي مش مركز معاكي خالد ده عملت له على الموضع ده سحب دم اسود غامق ما شفتوش على حد عملت له قبل بابا حقيقي يعني وبعدها بيوم تاني يوم على طول فاق وبقى كويس انا بس اخد من كلامك فضل الحجامة الراطبة اللي هي بشرت فيها الحجامة الجفة اللي بس حبات دي بعملها البابا على كل الجسم وعلى اي مريض فشل كلوي بعملهم حجامة يعني تعالج ايه؟ الجفة دي ممكن تعالج ايه والراطبة ايه؟ الجفة والراطبة زي بعض الاثنين بس تختلف الشرطة وخروج الدم طيب انت عملت له حجامة جفة وما شرطيش طب الدم هيتصرف ازاي؟ الدم بيبقى زي كدمة تحت يعني الجسم بتتعامل معاها كأنها كدمة وبتتصرف طب انا استفدت ولا الدم هيا الراكد والسميات هترجع في جسم تاني لا انا بتتصرف بقت خلاص كدمة تحت الجلد اتسحبت من الاوريدة العميقة والشرينة العميقة بقت تحت الجلد وده طبعا عن طريق الشعيرات الدمائية وليلي بقى فيه ناس كتير بتخاف من التعقيم هل يعني انت بتعقمي الادوات دي ولا كل مريض للادوات الخاصة بتاعته ولا ايه الدنيا؟ ناس كتير بتخاف طبعا من المردودة انا عندي بحب بحب قوي التعقيم ربنا يبارك فيهم اساتي اللي علموني تعقيم معرفوني ان انا لازم اخد الادوات بتاعت المريض يعني كل مرة انت عندي هوا بجيب لك الادوات برميها لازم الادوات كلها المدفع او المثدس اللي سحبت بيه كل الحاجات اللي استخدمتها لك انا برميها وبجيب ايه؟ غيرها كل جلسة كل جلسة كل جلسة مش لكل مريض لازم كل جلسة بتتجدد لان فيه التعقيم لدرجة الغليان طب الحاجات دي كلها بلاستيك هتتعقم ازاي؟ فتتغير كل جلسة يعني كل مريض بساحة الجلسة بجيبها يعني لو عملت بغير الشروط دي كده بضر يعني فان صحي مثلا اللي رايح يعمل جلسة حجامة ايه الحاجات اللي يركز فيها؟ يركز في ادواته ان ادواته تترمى لازم تترمى في سلة المهملات كل مرة توعد ده من غيرها استعمال مرة واحدة فقط تمام تمام قولنا فيه اطفال كتير بتبقى محتاجة كذا جلسة تمام؟ هل الطفل ممكن نعمل نجرب معاه جلسة وخلاص على كده ولا ممكن نعمل معاه كذا جلسة؟ لا نقرر الجلسات لان انتي اصلا مش خطر على اطفال انا ما بشرتش للطفلة اللي عند سن 12 سنة تمام بعد سن 12 سنة بقدر او طبع حالة الطفل ده صحية يعني هو لو محتاج جلسات يقرر الجلسات مفيش اي مشكلة مفيش مشكلة طبعا ابعد من الكبير شوية بخلي الفترات ابعد من الكبير شوية تمام طب انا بقى عايزة يا دكتور كده قبل ما ننهي يعني ايه تقولنا نصايحك للناس او لو ريشيل المعين عايزة توجهها لحد معين يعني معاك يبقى الكاميرا نصايحك ايه للناس لو ما يعني لو عايزهم نصايحي للناس كلها ما تخافوش من الحجامة اي حد ظهره بيوجعه عنده مشاكل في الرقبة عنده مشاكل في ظهره عنده حاسس دايما ان هو ما عندوش نشاطه حيوية عايز يشد بشرته ده عنده مشاكل في ايام الحجامة ما عندوش اي مشاكل خالص منها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بنق الدم ده يعني الاجانب عملوها في الشرق انتشرت بشكل فضيع في الغرب انتشرت الحجامة في الفترة الاخيرة في الصين كمان في الصين ده من زمان اه من زمان وهي اصلا يعني بتهايلي سر علمها وبدأت تدرس من الصين من الصين اه طيب الصين العديم فعلا طيب انا يعني بصي هو موضاع كان فعلا انا عن نفسي كنت عايزة اعرف عنه اكتر كنت عايزة اعرف عنه اي حاجة فعلا يعني فعلا فعلا مبسوط ان انت عمت معنا النهاردة وبعرفنا كده فيه ودخلنا في تفاصيله اكتر والله انا سعيدة اكتر ان انا شفتكم وتعرفت عليكم وعدنا مع بعض والموضوع شايق جدا وعايز حلقات كتير جدا عايز حلقات كتير بقى كل حلقة نتكلم فيها على حاجة معينة لولا الوقت فيه كلام كتير قوي قوي دكتور جان طاهر نورتينا اخصائي الحجامة الطبية الامنة وسم العسل بشكل جدا نورتينا ان شاء الله تبقى معنا بقى في حلقة تانية نتكلم ان شاء الله مرات كتير بإذن الله ان شاء الله نورتينا جدا مشاهدين هنروح لفاصل ونرجع بقى للفقرة التانية هنتكلم فيها على الميكوب ونجهز ان لكم لك عروسة وقلنا رأيكم فيها نروح لفاصل ونرجع لكم تانية قلتلكم قبل الفاصل هتبقى معانا الفقرة التانية ميكوب ومعانا النهاردة لك العروسة طبعا احنا النهاردة معانا ميكوب ارتست جميلة جدا من اجمل ميكوب ارتست وحبوهم لقلبي شطرة جدا بسيطة وشغلها بسيط قوي من معناها هجر معانا ميكوب ارتست في الدنيا واحلى هانم في سحر الهوانم هيبى رمضان خبيرة التجميل نورتينا منورانا عاملة ايه؟ اخبرك ايه؟ مش اول لقاء لينا طبعا في سحر الهوانم منورانا ودايما منورة سحر الهوانم اخبرك ايه تمام؟ انتي قلت بقى النهاردة هنعمل لك العروسة بما ان احنا دخلين بقى على سيزن الصيف وكله عرويسة ان شاء الله اينا عمل قاعدة مقفولة بس العرويسة انهم يتجوزوا فقلنا بقى النهاردة كده احنا كان معانا كمان الفيديو نقولنا بس سريعا نعمل الفينشنج على الهوى عشان طبعا اكيد ده كان هياخد وقت بالضبط او معانا الموضة للامر طبعا ندم نورانا اينا ده قلنا بقى يا هيبان نبدأ بايه اول شوية مش اثر انا نفض فيه هي مديها الوران شوية الالوانات دي كلها طبعا موضة جدا والموضة من عرايس بتحبها نروح بقى على الاحمرات شوية صح؟ لا لا يعني العرايس مش اخمر لكن عادي اه العادي طبعا من الحط الاحمر عادي بس طبعا انا فيجي تحطيه دايما يبقى لازم العين تبقى خفيفة هادية ما يبقاش قوي والعين قوي والعين قوية نبتدي نعمل اللوك لو هو العين فيها رسمة قوية او حدا كما نقول نبتدي نعمل الروج حاجة بسامبر انا عملت لكم على قد ما قدرت عشان طبعا الوقت مش هيسعفنا فعملنا رسمة العين كاملة وهنا بتدي بقى نشتغل على نفة الطرحة نفة الطرحة طيب تميت تميت ماشي طب انتي بتقولتي ان الالوان اللي طالعة في موضة العرايس اكتر اللي هي النود او اللي هي صح الدرجات دي نعم نعمل طرحة العروسة دلوقتي صح؟ نعم نهدي شوية الهايلايت عشان الكاميرا او الاضاءة نعم ا attempted punk صريحة نعم 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 الاسط نعم لقدر. انا حبيت جدا موضوع لفت العروس على الهواء ده على فتا. اه. انا حبيته جدا. اه. انا عايز اقول لي يعني الوش المدور ليه ايه? والوش البيضاوي. بتملى الوش اكثر. بيزهر. طبعا. اه. في التركي اف. والتركي برضو حيوة جدا بس دي احنا معنا المودل هي امراس طب هيبا انا استذناك فصل سريع جدا ونرجع تانية عطا دي رجعنا لكم متاخرناش عليكم ووقفنا هيبا على كده ان انا استني بعش دي نكمل على الهواء طيب احنا حطينا الاول البندانة والطرحة اللي هي الجل او القطن طح كده طرحة بقى التانية دي نوها ايه؟ دي طل طري مش نشف عشان برضو فيه بنات بتختلف الموضوع طل الستريتش ده شوي اه تمام وفي نفس الوقت خفيفة بنتزي بقى نزبط بيها او انا مش شايفة طبعا عشان مش قدامي مرايا بس على قدم هقدر احاول ازبط لكم اللوك طيب دلوقتي ايه لو انا مثلا خارجة او عملي مناسبة ايه الالوان اللي ممكن احساسك ايه الالوان اللي حطاها برميه؟ تمام بصي على قد ما نقدر الالوانات الهادية طبعا بتبقى الصبح زي النوت دي بكل الالواناتها الكاشمير حلو عايز اقولك اختلاف يعني فكرة ان انا اعمل عناية طبعا زي كده واخرق بيها ورموش الصبح صعب جدا بس فيه فيه ناس بتخرج بيها يعني احنا على قد ما بنقدر بصوا كده برضو لطرحة شايفانا في الكاميرا شوية طيب هسألك سؤال بقى قبل ما العروسة بتيجي يعني بتحتاج ايام قد ايه عشان تجاهز وشها للميكوب بتاع الفرح؟ لانت تلاقيكي بتعاني طبعا ممكن عروسة تيجي تقولك انا هعمل ميكوب النهاردة وما تكونش مجهزة بصي هما مشكلة انها ممكن تيجي تحجز متأخر او بتحجز بدري بس هي مش عايزة تعمل حاجة غير يوم الفرح يوم الفرح او قابليها بيوم يوم الفرح دي طبعا استحالة لان انت لو عملت سواء وشك او حواكبك او الكلام ده كله كله ده هيلتهب مع الميكوب بص عشان بس كده احنا كده يعتبر خلصنا الفكرة دي على قد ما قدرنا دي بقى اللي طالع عموضة ده هيربيس انا بحبها جدا 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 دي طالع عموضة وحلوة جدا على الاسبانيش ما بتلاقيش عالتوركي قوي بس ممكن لو في حاجات معينة هادة بسيسة كده اه بسيه انا قد نقدر كده ونزبطها طب بتثبت بقية هزة الاسبانيش؟ اه طبعا احنا بنزبط احنا دلوقت طبعا عملين لكم على قد ما نقدر عشان الوقت مش هنلحق نزبطها ونحكمها قوي بنعمل بس الشكل النهائي اه لكن في العادي طبعا بنزبطها وحنا حاطين طبعا طرح على القطن دي عشان قطر تزبط معنا وتمسك معي البندانة تحت بتزبط برضو فعالقد ما نقدر نزبطها يعني طبعا عشان الوقت تعالي نتكلم بقى انا لفك العروسة اللي انت عاملان النهاردة انا شايفة يعني اللون اللي انت حطاه فوق العين اللي اي شاده لون جميل جدا يعني لونه ايه ده يا هيبا قولي لنا بقى يعني كلمينا اكتر عن اللفك ده بس على قد ما بقدر اه حاولت ان انا العب فيه شوية خليه يزهر شوية في نفس الوقت جريء هو لايق عليها فكرة ان انا اعمل لها الميكا بالجريء طبعا فيه عراس متبقية شكلها اصلا كيوف كده انا ننفعش معاها الجريء ده خالص فهعملهولها بالجليتر آآ بمدي على الورنجات شوية آآآ وبرضو روج نفس الكلام بنلعب بقى في الدرجات ان احنا مندخل كزا درجة في بعض يعني كزا درجة عشو يطلعوا لك في الاخر هكذا من نحصيات في الورنج في الكلام ده كله يدلك الدمج وحسب بقى مانتي بتبدأي تجميجي الانوانات مع بعض طب الكونتور بقى وتوزيعه وازاي بقى طالع شكله كويس يعني الكونتور ده مشكلة لو استخدم غالب بحيسنا هو بيدمر الدنيا بيبوض جدا بصي هي اللفة بسيطة خالط وخلطت معنا وحاجة عادية جدا الطرحة دي الطويلة طالع عمودة جدا عجباني جدا أصلي رجع التاني الطويلة جميلة جدا واللولي اللي مخطوط فيها معالي هادي ورقيق كان طالع الجبيرات موضوع موجود بس يعني هي جميلة وفي نفس الوقت بتديكي الفوليوم من ورا برضو بنشوف الشكل بتاعها بيبقى ملموم كده ومدي شكل على قد ما هنقدر الكنتور بقى حبيت اتكلم بقى علي ايه ممكن واحدة تتيجي مثلا هي وشها أصلا في العادي طويل ما روحش أنا بالكنتور أقوم نازلة على تحت نازلة تحت رحية اللي ممكن نوري بس الجميع تعامل على غريضة اه ننزلوش تحت كده حاول على قد ما قدر بعرض شوية اه طبعين بالفرشة سواء ربطاعته كده أهم حاجة الكنتور لأنه فعلا ممكن يحلي ملامح الوشة ايه ما يبوض بسي بنجيبها لو هي وشها طويل وحبين ان احنا ندوره بنجيبها بتدويرة بتدويرة بسيطة كده تماما لكن منزلش كده منزلش تحت منزلش تقولي منزلش تقولي منزلش تقولي أه بدور الوشة لو هي مثلا وشها مدور وحبت أقصره شوية ببتدي أعمل هنا كده الكنتور منذل على أساس ان احنا نبتدي نصغر المنطقة يعني بمعنى صح الفاتح بنحاول ان احنا نكبر او مثلا نطول الوشة والغاني بنحاول اه بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نقل البيت طب الكنتور طبعا هو مفروض هنا تحت يعني الخد من تحت اماكن الكنتور بقى اه هي الاماكن طبعا بنضبط هنا المسافات على قد ما بنقدر بنشوف المسافة ايه هي لو هي مثلا المنطقة عندها هنا طويلة بنقصر من هنا من تحت لو هي طويلة بنبتدي بقى على قد ما بنقدر ناخد الجزئية دي كلها لو مثلا انا حابة انها طويلة هي صويارة ووشها مدور وعايز اصبطها مع البشرة شوية بحاول اقل المسافة دي هي اللي بتثبت معنا يعني هي اللي بتثبت معنا لشكل ممكن حد يعملي هنا فياعة جدا ويبتدي ديالي هنا يخلي المرنج حلو خالص احنا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نصبط المسافات دي عشان خاطر يبقى ماشية مع البشرة كلها بتلاقي مهازف اه من اقولك الكلتو ده بيدمر الدنيا وفي ناس ما بينتفعش معاها ما بتعرفش تدمج مثلا اللي هو الكريمي فممكن البودر يمشي معاها كويس وتعرف تدمجه على قد ما تقدر الكريمي ده عايز لك كتير يعني لك زي عروس ده او منسبات اه عايز لك عروسه عايز حد يكون متفاصل لكن البودر بقى حتى لو عندك اي شادو بوني ممكن تثبوط اي حيلاي اه ممكن تثبوط ايه كلمينا عن هايلايت العروسه بقى يعني بتحطي الهايلايت بتاع العروسه ازاي الوانه ايه بتستخدميه على اساس بس الهايلايت بنحاول نعمله على قد ما بنقدر برضو حسب ما هو يعني شكله كويس مع العروسه هو هنا احنا حابين نعمل خد بنبتدي ناخده من هنا كده لهنا تمام ممكن حد عنده اصلا خدود فما ما ينفعش اجيبها له هنا خالص لان هنا كده انت بتدوري وبتخلي الخد بارز ايه احنا بنحاول ندفيه خالص وما نخلوش بارز خالو بنتدي نجيب من هنا بس اه تمام برضو هنا النوز ممكن لو واحدة عندها النوز صعبة ومليانة وحجمها كبير شوية لأ ما ينفعش اجيبها من هنا خالص احطه طولي بجيبها من هنا بالطول عشان خاطر ما تديش ديب بس تلاقيه الوش كله تمام وتلاقيه الحتة دي باينا قوي ان انا كبرتها اكتر وهنا برضو بنحط برضو حاجة بسيطة بنحط هنا على الشفايف وهنا بنجابها حاجة بسيطة تدي اضاقة بس وبنحط برضو شايفين هنا كده عند العين قفلة العين دي بتنور من هنا كده بتدي للنظرة نور كده و بتديها لوك حلو ابي ايه اللوك ده عاجبني جدا بصراحة كله الوانه جميلة انت زبطتي اعملتي اللوك بتاع العين قوي شوية هدي في الروج فبتلاقي اللوك يكونه مظبوط على بعضه انا عمتا بحب بروز العين اكتر ويكون الروج اخاف يعني انا بطبيعتي بحب كده بس هنقول لو حد شفايفه اكبر شوية ممكن تمشي معاه طب لو شفايفه تغيره المطي طبعا شغال كبير لو هي شفايفه كبيره نحط الفاتح دايما لو شفايفه صغيره بنحاول نحط الغوامل احنا هنا عاملين معها هي مش كبيره ومش صغيره بس نحبين ان احنا نغير الشكل شوية بتاعه فبنحاول نجيب تحديد ونبتدي نعمل شفايف بيها اغمى يعني على بنيات وبعد كده بندمج بقى الروج معها وبنبتدي بقى نقبر الشفايف على قد ما بنقدر فيه ناس ما بتعرفش تعمل ده بقول لها خليك بالتحديد الأساسي النص حتى الشفايف وبعد كده نبتدي نحط الروج في النص ونبتدي نوزعه واللي مش هيعرف بيه هو المط ممكن يعمل عادي بالروج العادي خالق طب تنصحي بايه اللي هم الشفايف بتاعتهم صغيرة خالص وعايزيني عاملولها شكل فوليم كده ما هو فوليم بقى دايما بقولك كده وممكن فيه حاجة ممكن برضه اغارها لهم لو هي مش عارفة بقى ترسم فكرة بصي لو هي مش عارفة ترسمه بتمسكه كده وتبتدي تعمل بالقلم زي ما بقولك كده هيجيبي النهاية والبداية على قد ما تقدر تماما بس هي من هنا كل الفوليم من هنا ومن هنا من هنا خلاص انا عملت العلمة اللي انا عايزها حسب الشفايف بتاعتها لكن انا ببتدي اكبر من هنا بالقلم الغامق شوية او الكنتور لو هي بتعرف تعمل الكنتور وبعد كده تبتدي تدمجه مع الروج بتاعها حسب اللون اللي هي عايزها سواء فاتح او غامق هيديكي فوليم للشفايف حاله اغار طب لو بتجيلك مثلا العروسة يعني صمرة شوية الالوان بتختلف؟ يعني فيه الوان معينة بتمشي مع البشرة الصمرة ولا اي الوان؟ طبعا فيه الوان بس برضه يعني انا مع مدرسة فكرة ان انا ممكن احط لون انت شايفان هو مش هيمشي مع الصمرة زي الكاشمير فيه ناس كتير بتقولك بيغمقنا كده او كده فانا بحب احط مثلا معي ممكن ادخل معي روزات ممكن ادخل معي درجات اخليه يليق معها يليق مع شكلها على قد ما تقدري ان انت بتحاولي برضو ايه؟ بتحطي اللون اللي يليق عليها وتحاولي تفتحيه بدرجة تانية لو حاتتي ان هي غمقل ده بالنسبة للمبتدئة يعني اللي هي مش هتفهم اين الدرجات اللي ممكن تمشي معها الشغل والحاجات دي كلها هي افطر حاجة بتباني طب انا عايزة اقولكم معانيش حاجة على العروسة قبل ما بتيجي بتبقى دايما نقولني بقى جاية في نفس اليوم او جاية قبلها متكلمناش من المقتضي ما ينفعش يبقى المسام مثلا انا عمل جلس تضليف ومسام مكتاحة وابتدي حط الروج او الميكب او الكلام ده كله ده كله هيخش جوار مسام يعمل لنا حبوب زي ما بترجع تشتكي يعني بعد الفرح حصلي ازال بشرتين فلازم نقبليها على اقل بيوم او اثنين ونبتدي نقفل مسام بترج او ما يتورد ده لازم يعني على قد ما بنقدر لازم نقبليها جلس تنظيف وبنضف الحبوب وبنضف البزور وبنخلي البشرة كلها صافية على قد ما هتقدر ممكن نديها كورس علاجي بتقولوا مثلا انا عندي حبوب كبيرة عندي صغيرة عندي كذا كذا بدي حاجة تمشي عليها مدة اسبوعين على اقل عشان خاطر البشرة تهدأ وما تفعبنيش وما تفعبهاش كويس لها في الاخر اللوك شكله كويس طبعا والميكب شكله طفا طيب انصحي بقى العرايس يقولك قابليها بفترة قد ايه بالظبط ويبدأوا بقى خطوات جلسة ايه وجلسة ايه مسكوات اذا كانت تنظيف بشرة قولنا يعني ايه الخطوات كده هنقولها سريعا بس بس احنا نحب تيجي قابليها بشهر على الاقل ممكن تعمل جلستين او ثلاثة يعني الجلسة لو جلتها واحدة مفيش مشكلة بس على الاقل تعملها عشان تصفوط معيها انا بقولهم معلمسكوات كتير تعملها في البيت يعني ممكن اقولك حاجة سريعة للتفتيح بالنسبة للي هي لو عندها مناطق غمقه او عندها مثلا البشرة صمرة طبعا احنا في الصيف ودخلنا على مصايف والكلام ده كله بنعمل بنجيب معلقتين دقيق ومعلقت زبادي ونص نمونة وبنجيب معاهم لبن بودر لو مفيش بقى لبن عادي مفيش مشكلة وكل ده بنعمله على بعضه وبنحطه على البشرة او على ماكن الغمقه ثلاثة ايام واربعات بتدينا النتيجة هائلة جدا للتفتيح من اول مرة تستعمليه تحفظ وبرضو الخميرة برضو بنحطها مع نص نمونة ومع برضو معلقتين زبادي برضو بتديك نتيجة حلوة قوي للتفتيح والخميرة سريع جدا يعني اول ما بنعمل المص بيبقى موضوع طحفة يعني على قد من النقدور يعني بنحاول ان احنا نزبط البشرة قبل ما ننجح تمام انا بشكرت جدا يبقى نورتينه وقت معاكي بيعادي بسرعة واللوقت كانت جميل جدا لفل طرحة سيمبل وبسيطة ويعني وحلوة فانا بشكرت جد نورتينه جدا ان شاء الله تبي معنا بقى في حلقة تانية نتكلم فيها على المسقط اكتر والتجهيزات اكتر نورتينه نورتينه يناده النهارده نورتينه نشاهدينه بشكركم جدا يارب تكون الحلقة كانت يعني عجبتكم وستفدتوا بيها بشكركم وشوفكم ان شاء الله الاسبار الجاي وحلقة جديدة من سحر الهوان شوفكم على خير باي باي شكرا